الأعشور نصب الشهر لتلت أجزاء لتلت أجزاء عشر تيام فلذلك احنا وجدنا الكلام ده في برضية ميرر البرضية دي اللي اكتشفها عالم أثار في منطقة العين السخنة في مناء جواسيس المنطقة دي البرضية دي قالت ان ازاي الهرم تبنى وازاي ان كان في شخص اسمه ميرر بيبنى الهرم فالاسبوع جاء من خلال الموضوع ده ان كان عشر تيام فكل نقطة وكل سطر بيظهر في الأرض المصرية بيكتب ويضيف كتب في التاريخ المصري القديم فهي حلقات متواصلة احنا لقناها في العين السخنة اه لشخص اسمه ميرر بيقول ان انا كنت بروح وبجمع العمال وبيكتب حصص العمال والماشية والأكل والشرب موجود كان بيعمل اتنيك في العين السخنة دي العظمة ان هل الراجل ده الشخص ده كان مثلا فيه هو رسول الملك للحتة دي اصلا خلي بالك انه جزء كبير من بناءنا الزهني حول تاريخ مصر القديمة انها مرتبطة بجانبي النيل شرقا وغربا مسألة ان انا اوصل لحد ما هو النهار ده العين السخنة محافظة السويس يعني على البحر الأحمر فان انا اوصل لحد هناك ده معناه ان انا حضارتي كانت ممتدة في كامل الربوع المصري لا زي ما حكت فضلت وده كان مينة بيعبر المصر القديم ان هو يتاجر ويروح البلاد التانية يروح بلاد بونت يروح بلاد الشرق الأدنى القديم ولذلك الملك من حطب الثالث كان مراقب بعملاق الدبلوماسية السياسية لان كان فيك زواج سياسي بينه بين ملوك الشرق الأدنى القديم لذلك فيه خطابات اسمها خطابات العمارنة الخطابات ده اتكتبت بالخط المسماري عشان ان ازاي المصريين القدماء كان عندهم صفراء في كل ده وازاي ان المصر القديم كان يتزوج من الأجانب لكن الأجانب ما تزوجوش من المصريين يرفض يرفض فكل الكلام اللي انا بقول لحضراتك ده متصل بالعبقرية بتاعة المصر القديم ان هو ازاي قدر نيعفل ان هنا في ميناء ازاي يعمل المراكب عشان توصل البلاد دي ازاي يعمل تبادل تجاري ازاي احنا في بلاد كتير قوي بالله اثار لرمسوس التاني واثار لكل الملوك المصريين يعني كان السودان كان نائب الملك في كوش اللي كانت السودان حتى السودان فيها اثار مصرية برنا فكل الاثار المصرية دي بتحاكي اصرار الناس دي اللي عملت اعجاز وعظمة لحضراتك جدا ده ويرد ان انا يعني ما فكر بحاج بصوت علي بقى انا مش رجل اثار خالص يعني لكن بحاول اشغل المخي ده ويرد انه انا وصلت هنا الى ميناء على هذا الساحل طيب وانا اكيد ما كنت راحل ميناء هناك علشان ابني ميناء واروح لا طب لما انه انا بتحرك طب بتحرك جوه البحر الاحمر جنوبا وصولا الى الصومال واجيبوتي الحاليتين طب مش وارد برضو اللي يقطع كل المسافة دي 3000 كيلو متر في المية يعدي حتة صغيرة ويقدر ان هو يكون اكيد عمل شيء مهنة متعلق بشبه الجزيرة العربية على الاقل في مناطقها الشمالية على سبيل المثال ıyor موسيقى